كل مطرين لأنك جائعا إذن شو بقى؟ كل هاو دراحوا المؤسسات المكان الحرية شو بقى؟ الموت؟ يما غير شي بالواقع هونيك بالمطرح يلي حس الإنسان إنه ما بقى في عنده شي ولا شي بلش يكتشف شوي شوي إنه مبلى بقى في شي وهيدا الشي هو الأساس بعد في كلمة الله هيدا يلي بلش الشعب هونيك بغربته باغترابه باستغرابه لأن وصوله لها الفشل بلش يكتشف كلمة الله بلش يكتشف الوعد يعني كل هالمسيرة كانت مسيرة تنقية إشياء بتسقط ورا بعضها شغلي ورا شغلي شغلي ورا شغلي شغلي ورا شغلي توصله بإيه عند بمطرح وهالمطرح وهالمطرح اللي وصله بإيه له هو إنه بالنهاية الثابت هو كلمة الله ما في شي ثابت غير كلمة الله وبلشوا أكتر وأكتر يوعوا إلى أمانة الله وبلشوا أكتر وأكتر يقولوا إنه كل مشكلتنا أننا لا نؤمن أن الله أمين الله أمين بمواعيده بس كل اختبارنا عم بدل أنه ما عم نصدق أمانة الله وبالتالي عم نؤمن بمبدأ كلمين يقبع شوكه بإيده إذن من هون بلشت الفكرة تولد بها الشعب أنه الأساس هو كلمة الله وبلشت فكرة هاودي الفقراء ياللي رح بطوبوا نيسوع المسيح بالإنجيل بلشت تولد الفقراء أنه بالنهاية شو ما كان عندي خيرات بها الدنيا أنا فقير بلشت فكرة الفقراء فقراء الرب ومن جملتهم مثلاً التعبير اليوم الفقير إلى رحمته تعالى وغيره الفقر بها المعنى بلشت فكرة الفقر أنه أنا حياتي هي في كلمة الله وإجاء مثلاً سفر التكوين ياللي بيأكد على أنه كل وجود هو بفعل الكلمة قال الله ليكن نور قال الله كذا إذن صار التركيز بالسبي إلى بابل صار التركيز على كلمة الله والله معكم